السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الأخ عبد الرحمة الدكير على القناة دكير انجليش درس 107 cry cry out 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 يعني هنا i cry وهنا out 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 آآ يعني آآ هنا هاد الرمز بحال good out out cry out cry out هذي فريزر فيبر فيربل آآ يعني غراماتيكال فريزر فيرب تنانيو بها تيكون واحدوش كلمات يعني عندهم معنى يعني تيسبو في واحد المعنى واحد انا cry out ايا شي واحد متلا يعني تيتصاب بالهلع بالخلع اولادا الشي دير cry out يصيح بواحد بواحد النبرة يعني فيها خوف واحد النبرة يعني فيها ألام ايا كراي بواحدة كراي بواحدة يأتيبكي 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 كراي يأتيبكي ولادرنا cry out يأتيصاح بواحد صوت يعني حد شعر بألم هنا مثال يعني بعض القردة دي الفصيلة ديال يعني خصهم يصيحوا منين يلقوا يعني الفواكه اللي تيبغيوه بحل بانان أو يعني هذا يعني هذة الجملة خذيناها من القصة الحقيقة ديال الحيوانات ديال الحيوانات و يعني كيفاش الحيوانات تاهمة يعني بيناتهم يعني بحل شي تي يصيد شي يعني وانفروض مني لقى البانان خاصه يصح وكنيش واحدين مني تلقوا البانان تيبقوا ساكتين باش ما يوزعوش الخبر لانه إلا صاح ديك العلامات التاني باش يقول القردة الأخرين يجيوا يأكلوا البانان على كل حال نعود يعني يعني نقرأوا الجملة بصوت مرتفع يلا بصوت مرتفع وبي يعني أسرع طريقة أسرع إن شاء الله يعني نحاولو نعودوه إن شاء الله تتمرات على قدر الاستطاع إلى أن نلتقي في حلقة مقبلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته اشتركوا في القناة